السلام عليكم اهلا بكم في قناة كوروشي ميكر هنعمل من صناية رمضان تابلوي يتعلق بطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله الفيديو يعجبكم لو انت جديدة على القناة اول مرة بتشفيني ما تنسيش تشارك في القناة فعلي القرص عشان يوصل لكل الفيديوهات الجديدة بتاعتي ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملوا لايك وتشاري هسابكم على الشرح دي الخامت اللي انا احتاجها صناية اربسك ده شكلها بيجي معيها ستة كسروت او اربعة انا جايبها اللي هي ستة ده بيبقى شكل الكستر بيبقوا كترين كده وبتحطيهم على بعض وبنشتغلهم وهاشتغل باللونين الخيط ده كيتون او سلسلة تمام هاشتغل بقبرة رقم خمسة انت ممكن تشتغلي بقبرة رقم اربعة ونص لو غرزك واسعة تمام انا اصلا هحتاج الابرتين معي اول حجة هنعمل عقدة البداية كده هاجي هنا في الصناية من تحت كده هبدأ اول غرزة هشتغل في كل فراغي عندي غرزة حشو اول غرزة في الفراغي اللي بعدها هشتغل اتنين غرزة حشو اتنين هغير الابرة وهنشتغل اول سطر بالابرة الرفاية شوية عشان الابرة تتخينها رقم شوية الغرزة اللي بعدها هشتغل برضو اتنين غرزة حشو هدخل كل فراغ واعمل فيه اتنين غرزة حشو لحد اخر السطر بالشكل ده كده كل فراغي هنكملوا اتنين غرزة حشو لحد اخر السطر وهرجع لكم خلصت السطر خلص اشتغلت في كل فراغي عندي غرزتين حشو اهو هاجي هنا في اول فراغ اللي انا اشتغلت فيه غرزة حشو واحدة هشتغل فيه الثاني غرزة حشو كده هطول الخيط شوية وهاسحبه من تاني غرزة حشو عشان اقفل هدخل هنا كده في اول ورزة حشو كاني هشتغل ورزة حشو عيدي هفوت الابرة من اللفة بتاعة الخيط اللي انا سحبته كده وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده كده وهعمل اول غرزة حشو عندي في السطر تمام? بعد ما عملت اول غرزة حشو هرتفع سلسلة هفوت واحد اتنين وادخل في الغرزة رقم تلاتة واشتغل واحد اتنين عمود بلفة هرتفع اتنين سلسلة وفي نفس الفراغ هشتغل كمان اتنين عمود بلفة يعني بنشتغل اربع عمود بلفة بينهم اتنين سلسلة واحد اتنين تمام الصدفة هاخد واحدة سلسلة هفوت واحد اتنين تلاتة وفي الغرزة الثلاثة هشتغل غرزة حشو بالطريقة دي كده تمام نركز في حاجة انا بعد الحشو بسيب اتنين بعد الصدفة بسيب تلاتة هرتفع واحدة سلسلة وهفوت اتنين حشو واحد اتنين وابدأ الصدفة واحد اتنين اتنين سلسلة واحد واحد اتنين وفي نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد اتنين ارتفع سلسلة كده هعد واحد اتنين تلاتة وفي الغرزة رقم تلاتة هعمل غرزة حشو هاخد سلسلة هعد واحد اتنين وعمل الصدفة وهنكمل السطر كله بنفس الطريقة غرزة حشو وصدفة بالطريقة دي كده وهرجع لكم خلصت السطر ووسلت اخر حاجة عندي صدفة وفي تلات غرز هنا هنقفل بقى بمنزركة هنا في اول في اول غرزة في السطر عشان قلصت شغل باللون ده هاجي هنا في اول غرزة في السطر اللي هي كانت غرزة حشو هقفل بمنزركة هقصر خيط هسحب الخيط كده خلص وهفوته من تاني غرزة اللي هي كانت السلسلة هسحبه كده هشتغل باللون التاني اللي هو بيت شوية كده هجيب الخيط هنا وهي عند اول غرزة اللي هي غرزة الحشو اللي انا قفلت فيها منزركة هسحب الخيط كده هشتغل غرزة حشو من ورا كده هربط الفتلتين في بعض واشتغل عليهم في غرزة السلسلة هشتغل غرزة حشو في الفاروغ كده هدخل على اول عمود واشتغل غرزة حشو تاني عمود هشتغل غرزة حشو كل ده هشغل على الخيط عشان اقص والساعة على طول كده في الفاروغ اللي بين العواميد اللي هو غرزتين سلسلة هدخل كده في الفاروغ هشتغل غرزة حشو هرتفع واحد اتنين تلاتة هجي هنا في اول غرزة سلسلة في دهرها اللي هي هنا كده وهدخل واسحبه نزرقه على طول كده وفي نفس الفاروغ اشتغل غرزة حشو العمودين اللي بعد كده هشتغل فيهم غرزة حشو في كل عمود واحد تاني عمود وصلت للفاروغ اللي هو سلسلة ما بين العمدة والحشو هشتغل برضو فيه غرزة حشو تمام وغرزة الحشو وغرزة حشو هيجي هنا في السلسلة اللي ما بين الحشو والاعمدة برضو اشتغل فيها غرزة حشو كده هيجي في العمود اشتغل اول غرزة حشو تاني عمود غرزة حشو الفاروغ اللي بين الصادفة حشو تلاتة سلسلة وادخل في دهر اول سلسلة واعمل منزرقة كده في نفس الفاروغ انزل واعمل غرزة حشو هشتغل فوق العمودين غرزتين حشو واحد اتنين وهكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل هنا كده الجزء ده كده اللي هو هنا في في التابلوغ كده من النص عشان نعمل في التعليقة هكمل لحد ما وصل لها وارجع لكم خلصت ووصلت النص التابلوغ من فوق اهو تمام هنيجي هنا بعد ما اشتغلت غرزة حشو في غرزة السلسلة اللي ما بين الحشو الصادفة مش هشتغل حشو فوق غرزة الحشو هسابها خالص هشتغل بقى سلسلة بالطول اللي انا عايزيه للا لقى بتاعت التابلوغ واحد اتنين تليطة اربعة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد اتنين تليطة اربعة خمسة ممكن نخليها خمسة وشر وممكن نطويلها شوية براحتك بس هي خمسة وشر كده كويسة قوي هاجي هنا في غرزة السلسلة اللي بعد غرزة الحشو اشتغل غرزة حشو واكمل بنفس الطريقة اللي كنت بدأ بها السطر اشتغل فوق كل غرزة حشو واعمل غرزة البيكو هكمل لحد اهر السطر وهرجع لكم خلصت السطر خلص هاقفل بمنظرقة هنا في اول غرزة حشو عندي كده كده هاقص الخيط ده هاسحابه كده واسحابه تاني لجوه من تاني غرزة حشو بالطريقة دي كده هاجي هنا بقه ها قص الفتا للزيادة كده وهاجي بالولاعة والفتاة اللي ما عملتها دي هاعمل لها كده عقدة هنا بالطريقة دي كده. هسحبها كده جوه الغرز هنا. كده. في دهر العواميد. وهقص برضو ولسعها. طبعا لازم تلسعي الخيط السلسلة ده عشان بيكر. شايفة? فلازم نلسعه بالولع. الخطوة اللي بعد كده قبل ما نركب الكستارات بقى هيجي بالخيط ده برضو اللي هو اللون البيج معي ده. هنيجي هنا برضو من تحت زي ما بدقين اول غرزة عندي. هنا كده. وهسحب الخيط اللي هو اللون البيج. ممكن برضو نجيب ابرة اصغر من دي شوية. انا هشتغل بابرة اصغر عشان الابرة مش رادية تدخل في الاخرام عشان طبعا عاملين فيها غرزتين. هنعمل في كل خرم كده. غرزة منظرقة. هنخش في الفراغ ونسحب على طول الخيط. بالشكل ده كده. مش حابة تعملي سطر ده برحتك بس هو بيدي شكل جمال يعني للحاجة. اهو. وهكمل لاخر السطر بالطريقة دي. والسع برضو الخيط من وراء زي ما وردتكم. تمام? انا هخلص السطر وارجع لكم. خلصت خلص كده الصينية وباقي ان انا هركب الكسترات ده شكلها كده بعد مخلصت. انا ركبت صفين من الكسترات وهركب معيكم اخر واحد. اهو تمام? طبعا ما اشتغلتش نفس الغرزة عشان ما يبقى الشكل اوبر هنشوف هنعملهم ازاي? ده شكل الكستر بيبقوا كتاعتين كده بتحطي ده على ده بس بتعديل تقلي رسمة زارة عشان هو في رسمة تمام? وطبعا هتركب بعض لتها. هجيب الخيط اللي هو اللون الاساس اللي انا اشغالها بيه وهاشتغل عقدة البداية. هشتغل في فراغ غرزتين حشو وفراغ غرزة واحدة. اول فراغ هعمل فيه اتنين غرزة حشو. واحد. اتنين. تاني فراغة عندي هشتغل فيه غرزة حشو واحدة. اللي بعضه اتنين غرزة حشو. وهكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. واحدة بعمل فيها اتنين واحدة بعمل فيها غرزة واحدة. هكمل لحد اخر السطر وهارجع لكم. خلصت اشتغلت كل غرزة اتنين واحدة. وعملت سطر منظركة زي اللي عملناه مع بعض في الصينية ده. اخر السطر بقى هنشوف هنعملو ازاي. هجيب الخيط اللوني التاني. وهيجي بقى بعضلة الكوستر بعضلة الرسمة اللي عليه. اللي هي دي الهلال. هيبقى كده. فانا هبدأ هنا كده. هسحب الخيط بالطريقة دي كده. واشتغل غرزة. هدخل على الغرزة اللي بعده. واعمل منظركة. هياخد سلسلة. يعني باشتغل اللي هي منظركة عكسي وسلسلة اللي هو زي الحشو العكسي بالزب. هياخد سلسلة. ادخل على الغرزة اللي بعدها واعمل منظركة. بخرج على طوب. تاني سلسلة. منظركة. عملت منظركة هنعمل سلسلة. ادخل على الغرزة اللي بعدها هو اعمل منظركة. سلسلة. منظركة. سلسلة. منظركة. سلسلة. منظركة. سلسلة. منظركة. وهكمل السطر كله بنفس الطريقة كده بخش كل غرزة واعمل فيها منظركة واخد سلسلة قبل ما اروح على الغرزة اللي بعدها. هكمل السطر وارجع لكم نشوفها هنعلق الكسر ازي في الصناع. خلصت السطر. هارتفع واحد. اتنين. تريتا. اربعة. خمسة. ستة. انا طبعا ركبت السطر اللي هو ركبت الكسرات اللي هي بتبقى في نص الاتنين. وركبت اللي على الحرف. هركب برضو اللي على الحرف التاني. فانا هنا في اللي هي في النص عملت عشرة. وهنا عملت ستة. اللي هي السلسلة يعني اللي هعلق بيها. وركبتها قصاد العليقة بتاعت فوق. اللي هي في النص ركبتها قصاد العليقة دي. تمام? هنفوت اتنين صادفة وهيجي هنا عند غرزة الحشو اللي انا اشتغلت عليها غرزة حشو. هدخل كده. وهسحب الخيط بالطريقة دي كده. هخرج على طول كأنك بتعملي منزلقة بالزفد. تمام. وهاخد غرزة واقص الخيط. كده انا سبتها. الخيط اللي اتقص ده هسحابه كده من برا الجوه. واقفله بقى بغرزة والسعه كده بالولعة. انا كده قصيت الخيط ولسعته هاي دي. ما بتبقاش بينه. هنركب برضو الكستر التاني وهارجع لك. هتركبيه برضو بنفس الطريقة. هتاخدي ست سلاسل او تمانية براحتك. طبعا انت السلاسل دي انت المتحكمة فيها على حسب الطول بتاع الكسترات اللي انت عايزة يبقى مدلدل ازاي براحتك يعني. ما محبتش نات بقى مدلدلة اوبر فعملتها هنا عشرة وهنا تناشر. واللي هم الصغيرين عملت ستة وتمانية. آآ هكملها وارجع لك. خلصت وده شكلها ان هي ابعد ما ركبنا كل الكسترات. وهواريكو برضو اللي بيكون فيها اربع كسترات بنعملها ازاي. دي كده صنية اربع كسترات برضو ركبتهم بنفس الطريقة بس حطيت واحدة هنا واحدة هنا واتنين في النصر. يارب الفيديو يكون سهل وبسيط والشرح يكون عجبكو. ما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك. ولو انت جديدة على القناة اول مرة بتشوفيني اريد تشتركي في القناة فعلي الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة فتاعتنا.